أبدأ الحارس الدولي الجزائري رئيس أبن بولحي رغبته في العودة إلى صفوف الخضر بعد تعيين جمال بلماضي مدربا جديدا للمنتخب وهذا بعد اختياره ضمن أفضل عشرة حراس في تاريخ الكرة العربية من طرف الإعلام الإماراتي وضف أبن بولحي في تصرحين للصحفة الإماراتية بأن علاقته مع وسائل الإعلام السعودية غير جيدة وهذا بسبب الانتقادات المستمرة والموجهة إليه من الإعلام السعودي